وفي ملف آخر ناقش محافظ صلاح الدين مع ممثلي الفرق التطوعية في المحافظة وعدد من الشباب خلال لقائه بهم بحضور معاون المحافظ للشؤون الإدارية ومديري قسمي تمكين المرأة والمنظمات غير حكومية الأفكار والرؤى لتحسين مستوى الدخل والحد من معاناة البطالة بين الشباب بالإضافة لتعزيز دورهم بالشراكة المجتمعية وقال المحافظة التزاما وتنفيذا لتوجهات رئيس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية التي استقبل فيها نخبة من شباب البلاد وفي اليوم العالمي الذي تم طرح تشكيل مجلس شباب أعلى لكل المحافظات نؤكد أن يكون للشباب الاهتمام الخاص في البرنامج الحكومي وأولويات العمل لأنهم استثمار العراق المضمون للمستقبل وأضف اليوم نخصص جلسة لبحث أفكارهم وطرحاتهم ومقترحاتهم وسيجدون مننا كل الدعم والإسناد في المستقبل القريب